موسيقى مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى برنامج من الجزائر برنامج من الجزائر الذي نعالج فيه مستجدات الساحة الوطنية والدولية موضوع اليوم سنتحدث حول مخرجات مجلس الوزراء الذي انعقل أمس وكانت هناك العديد من القرارات بخصوص خاصة ملف وكلاء استراد السيارات وأيضا مشروع القانون الأساسي للقضاء ومنحة البطالة إذن موضوع اليوم سننقشه رفقة ضيوفي يحضر معي السيد حكيم بورارة وهو محلل سياسي مرحبا سيد حكيم أهلا شكرا على الدعوة أهلا بالمشاهدين وبالضيف الكاري شكرا على تلبية الدعوة أيضا يحضر معي سيد يوسف ميلي رئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسة مرحبا سيد يوسف شكرا مبارك الله فيكم على الاستضافة نعم شكرا لك سيد يوسف إذن عديد من القرارات التي أصدرت البارحة بمناسبة انعقاد مجلس الوزراء وكانت أبرزها فيما يتعلق دفتر الشروط وكلاء المركبات الجديدة نبدأ بسيد يوسف ميلي ونتحدث حول موضوع دفتر شروط استيراد السيارات العديد من القرارات تخللت هذا الموضوع بداية إصدار دفتر الشروط في خلال أسبوع وذلك لإنهاء الممارسات السابقة حسب بيان مجلس الوزراء يعني الآن مدة طالت على خروج دفتر الشروط لكن أعتقد في أسبوع يمكن إنهاء هذا المشكل فما هي ممكن تتوقعاتكم على هذا الدفتر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين أعتقد أنه فيما يخص هذا الملف أعتقد أن هناك إرادة سياسية قوية من رئيس الجمهورية أنه هذا الملف يطوى في القريب العاجل وينتهي الجدال والنقاش حوله وبالتالي أعتقد أنه اليوم وزارة صناعة أو الحكومة بصفة عامة ملزمة في القريب العاجل وخاصة بعد قضية السماح باستيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات بالنسبة للمواطنين هذه ربما نقطة مهمة جدا وهذه نقطة بطريقة أخرى هي يعتبر ضغط حقيقي على وزارة صناعة في أنها يجب أن تنتهي من هذا الملف وتكون الرؤية واضحة بدل ترك الأمر للإشاعات وبدل ترك الأمر لليوم لأنه بكل صراحة كثرت الإشاعات هناك حول هذا الملف وأصبحت المصادر متعددة وأصبحت المواطيات متناقضة وبالتالي نعتقد أنه إذا كان طال هذا الملف أكثر من هذه المدة أكثر من أسبوع أو أكثر ربما لا قدر له الأمر سوف يتعفن أكثر نعم شكرا سيد يوسف سيد حكيم بغرارة في خصوص هذه النقطة طالت أمد إصدار هذا الدفتر لفتر الشروط هل استهلاك هذا الوقت الكبير لإصدار هذا الدفتر ممكن نتوقع أن تكون هناك دفتر حقيقي يملك أو يهدف أو يصل إلى صناعة حقيقية للسيارات بالجزائر وهو هدف السلطات العلية بالبلاد هو أعتقد بأن قضية استيراد السيارات كانت مرتبطة بأمور استراتيجية ومتعلقة بالأمن القومي للجزائر مثلا دول على غرار تونس أو على غرار مصر أو على غرار أردن التي تغرق في المديونية وتتفاوض بشروط قاسية على قروض من المؤسسات الدولية حتى تستورد على الأقل مواد الاستهلاكية الأساسية لا يخفى على الجزائر بأنه بين 2014 و2018 على الأقل نزل احتياط الصرف من 200 مليار دولار إلى 44 مليار دولار عدد سكان الجزائر 44 مليون نسمة وبالتالي تريث في معالجة ملف السيارات بكل أضراره على المواطن بكل المشاكل التي تسبب فيها في رفع الأسعار وكثرة الصماصر الذي هذا واقع ونحن لسنا نبرر للسلطة لكن أعتقد أن المصلحة العامة ومؤشرات الاقتصاد الكلي كانت تتطلب الصبر لانتظار ارتفاع أسعار النفط التي تشكل أكثر من 90% من عائدات الجزائر وتعزيز على الأقل مؤشرات الاقتصاد الكلي كتعزيز احتياط الصرف وحل مشكل السيولة ووضع دفتر شروط يمكن الجزائر من استيراد ومن الشروع في استثمار في صناعة ميكانيكية الجزائر من خلال إقناع إيطاليا في إطار الشراكة الإستراتيجية بجلب مصانع فيات للاستثمار في الجزائر ومكفاءتها باستيراد صيارتها من إيطاليا نحو الجزائر وبيعها وفقا لشروط وتوازن في المجال التجاري والاقتصادي والحفاظ على العملة الصعبة الجزائرية وعدم الوقوع في نفس أخطاء الأعوام الماضية التي استفدنا من صناعة سيارات مفبركة غير حقيقية بأسعار في متناول عديد من فئات المجتمع لكن على حساب الاستقرار المالي والأمن المالي الجزائري وعليه فأعتقد بأن التريث والمعاناة قليلا أو لسنوات على أن يأتي الفرج بطرق علمية وموضوعية ومستدامة سيمكننا من تفادي أي مفاجآت غير صارة مستقبلا في قطاع الميكانيك وبالتالي مع أولى شحنة الاستيراد وتصنيع السيارات أعتقد بأن الأمور ستعود إلى مجرها وسنحافظ على المخزون المالي منه أو الاحتياط المالي منه العملة الصعبة وبالتالي على المستوى المواطن دفع الكثير من الفواطير الغالاء الحرمان من السيارة من قضاء مصالحه من غالاء قطاع الغيار لكن أعتقد بأن وضع أسو الصناعة الميكانيكية والموازنة بين الاستيراد والصناعة الميكانيكية سيمكننا من حلول مستدامة دون الوقوع في مشاكل مستقبلا في هذا الإطار نعم واضح سيد بغرارة نعود نرجع لسيد يوسف ميلي في نقطة أخرى الفصل بين نشاط الوكلاء المستوردين وشركات المصنعة يعني في هذا النقطة بالذات كيفية الفصل بين نشاط الوكلاء استيراد السيارات هل سيكون مختصرا على باقي المركات التي لا تصنع بجزائر أو لم تمنح ممكن رخص استيراد السيارات مباشرة من الخارج إلى الجزائر أعتقد كما أشرت سابقا أنه يبقى دائما هذا الملف غامض وهو معرض للتصريحات المتضادة والتصريحات المختلفة وبالتالي نبقى دائما المصدر الوحيد أو النظرة الحقيقية هي التي سوف تصدرها وزارة الصناعة التي للأسف تكتمت على هذا الملف لمدة كبيرة ونعتقد أنه حتى قضية النظر إلى إشكالية السيارة إن صح التعبير أو إشكالية السيارة في الجزائر لا يجب أن ننظر إليها نظرة إدارية فقط أو نظرة فقط من باب قضية النظرة البيروقراتية لأنه في الحقيقة هي قضية اقتصادية وبالتالي لما نفرض شروط إدارية قد هذه الشروط الإدارية تتعارض مع النظرة الاقتصادية والتوجه الاقتصادي وهذا ما حدث سابقا لماذا فشلت من قبل دفتر الشروط لأنها دفتر شروط إدارية لا تتوافق مع الحقيقة الاقتصادية في تصنع السيارات لأنه قضية تصنع السيارات بصفة عامة ويعد هذا الجميع بذلك ليست قضية قرار سياسي أو قرار إداري بتصنع سيارة فانسان سير بل هي قضية تأتي في إطار سلسلة كبيرة من تطور الصناعة بصفة عامة يعني حتى نصل إلى درجة صناعة نتخصص في صناعة السيارة إذا كان ليست هناك بيئة لصناعة قطع الغيار بيئة لتطوير المعرفة الصناعية فلن نصل إلى ما نصب إليه من قضية صناعة السيارة وبالتالي نعتقد دائما الإدماج أو تغليب الطبع الإداري لمعالجة القضية الاقتصادية هو دائما يؤدي بنا إلى مشاكل أخرى طيب وضح سيد ميلي لكن هناك نقطة أخرى أيضا أثرت في البيان وهي تتعلق أن يكون الترخيص لتصدير السيارات من الجزائر بعد استيرادها أن لا يكون تصدير السيارات من الجزائر إلى الخارج هذا على حساب السوق الوطنية وحاجية المواطن وبأموال الخزينة العمومية في هذا القرار بدأت ما رأيكم في هذا القرار سيد بغراء نعم قرار صائب حتى نتفادى على الأقل ما حدث مع ميطال ستيل أرسيلور ذلك المتعامل الهندي الذي جاء استحوذ على المصنع بقروض من بنوك جزائرية ثم دفعنا له مقابل تنازل وتأميم هذا المصنع وبالتالي لا يمكن أن نستورد السيارات دون تشبه السوق الوطنية ودون تلبية رقابات المواطن الجزائري ثم نعمل للتصدير من خلال جعل الجزائر ميناء جاف لسلع أوروبية الضرف الحالي يساعد الجزائر لأن الاقتصاد الأوروبي كله يعاني من حانة ركود وبالتالي هي فرصة لنا حتى قانون الاستثمار رخص باستيراد مصانع بأكملها للجزائر وبالتالي هذا الضرف مهم جدا لاستقطاب استثمارات في المجال الميكانيكي لأن المتابع للوفد الفرنسي الذي جاء بـ 15 وزيران رفقة إليزابيت بيرن مع الشروع مصنع وتليلات في إعادة التصنيع وإعادة النشاط وهذا ينبئ بأن الجزائر تنوع من شركائها وتفرض ضغطا باستثمارات إيطالية على فرنسا وبالتالي سنشهد تنافسا كبيرا حتى الرئيس الألماني عندما هتف الرئيس ابن مجد تبون قبل شهر قال له بأن ألمانيا مستعدة لإرساء صناعة ميكانيكية في الجزائر وبالتالي هذه الظروف الإقليمية خاصة ارتفاع أسعار الطاقة ومن اليوم فصاعدا أي مستثمر في أوروبا أو في منطقة قريبة من الأزمات سيراجع نفسه كثيرا وسيختار الدول التي بيها طاقة رخيصة من أجل أن تستمر استثماراته ويكون قريبا من الأسواق الإفريقية والعربية حتى المؤسسة المالية الدولية ثمنت أداء الاقتصاد الوطني بتهل نسبة نمو 4.3% ودفعت بالجزائر إلى مصاف الدول التي يمكن أن تستقطب استثمارات وحيوية صناعية مستقبلها نعم يكون المنع للسيارات المستوردة لكن سيارات المستنعة في الجزائر هل تتوقع أن يكون قرار لترخيص بتصديرها لحوة ممكن للدول الإفريقية على الأقل؟ هو نسبة الإدماج هي التي يمكن أن تفصل في أن تصبح السلعة هي من شاءها في الجزائر حتى تصدر باسم الجزائر وإلا ستبقى ماركة أو سلعة تابعة للمستطمى الأصلي من أجل تصديرها من الجزائر نعم وضح سيدة بغرارة الآن في الأسواق السيارات يعني هناك حسب الأسواق السيارات أنه هناك نوعا ما من الهدوء في هذه الأسواق وبعدما كانت الأسعار ترتفع بسرعة خيالية اليوم هناك هدوء من قوله تجار السيارات هل ترى أن القرارات الأخيرة حول هذا الملف هي من من شأنها يعني أعادت على الأقل فترة الهدوء ثم ممكن في انتظار تجسيد هذه القرارات إلى ممكن نرى أن هناك انخفاض لهذه أسعار السيارات في الجزائر هو في الحقيقة قبل أن نتحدث على نقطة سوق السيارات نقطة التي قضية منع تصدير سيارات هو في الحقيقة اليوم لما نخاطبوا الشركات العالمية الكبرى منفرض لا نخاطبها باسم السوق الجزائري فقط بل يجب أن نخاطبها باسم السوق الإفريقية يعني نعتبر أن الجزائر كمنصة أو كقاعدة للعمل في باقي الدول الإفريقية وليست فقط في الجزائر وبتالي ما نتحدث على سوق بدل أن نتحدث على سوق 45 مليون لازم نتحدث على أقل على سوق مليار بشر وبالتالي هذا أيضا يشجع للشركات العالمية لكن لما نفرض على أي شركة في صناعة سيارة نقولها فقط تكتفي بالسوق 45 مليون شخص فهنا ترجع إشكالية أخرى وهنا نرجع لحكاية أن النظرة الإدارية من الصعب أنها تتنسق مع النظرة الاقتصادية وبالتالي ربما يجب أن تحدد على الأقل نسبة 10 أو 20 أو 30% تسمح لهم كتصدير يعني وهذا ربما لتشجيع أيضا الشركة العالمية لأن الشركة العالمية لا تتعامل معنا كتعاطف أو كسياسة بل تتعامل معنا كاقتصاد يعني هي تبحث عن الربح لا يهمها شيء آخر هي تبحث عن الربح فقط فإذا لم تجد ربح في سوق معين فإنها لن تأتي وبالتالي نعتقد أنه حتى في هذا النظرة يجب دائما أنه غلب النظرة الاقتصادية أما فيما يخص قضية السوق سيارات اليوم فهو شيء طبيعي لازم نعرفه باللي السوق هو كإنحي يتعامل بالطلب والعرض فإذا كان طلب كثير والعرض قليل فترتفع الأسعار وإذا كانت العرض كثير والطلب قليل فتنخفض الأسعار اليوم نحن لمدة ربما سنتين أو ثلاث سنوات أو ربع سنوات توقفنا على استيراد السيارات يعني كان العرض كبير والعرض قليل والطلب كبير وبالتالي هذا ما أدى إلى ارتفاع الأسعار اليوم بعد إعادة الروح نوعا ما إلى قضية استيراد السيارات نعتقد أنه هناك السوق في حال ترقب يعني لا نستطيع أن نقول السوق ربما نزل أو نقول إنما السوق الآن في حال ترقب وقضية الترقب هذه متوقفة على قرارات دائما السلطات فإذا كان في القريب العاجل تم السامح بدخول السيارات هنا سوف نرى الطبيعة الحقيقية وسوف نلاحظ الطبيعة الحقيقية أكيد السعار سوف تنخفض وهذا الشيء طبيعي لأنه لما تدخل السيارات رح يكون العرض كبير وبالتالي العرض كبير رح يأثر على السوق أما إذا كان بقى فقط لم تنف القرارات فدائما يبقى السوق في حال ترقب نعم واضح سيد ميلي نروح لموضوع آخر من خلال بيان مجلس الوزراء وهو بخصوص المناطق الصناعية سيد بغرارة في خلال مجلس الوزراء تحدث حول استحداث مناطق نشاطات في كل بلدية إلى فائدة الشباب وأصحاب المهن الصغيرة هذا القرار هل ترى أنه ممكن أن يمتص البطالة في هذه المناطق خاصة بلدية التي تعاني من عزلة وتعاني ممكن من ضعف في الإمكانية سيد بغرارة وأعتقد بأن خطاب الرئيس في مجلس الوزراء كان منتقدا لتعامل مع هذه المناطق الصناعية التي كثر عنها الحديث وربطها بالعقار الصناعي وبالتالي هو فصل وقال بأن كثرة المناطق الصناعية لا يعني بأن الاقتصاد في حالة جيدة وقال بأنه يجب التركيز على الأداء منطقة صناعية واحدة قد تخلف خمسين منطقة صناعية خاملة ولا تقوم بدورها ومن المخرجات التي أعتبرها إيجابية هو فتح المجال للقطاع الخاص من أجل الاستحواد على أراضي كبيرة والقيام بأموالها الخاصة بتهيئة هذه المناطق هو القيام بكرائها على أن يدفع الضرائب للدولة وحقوق الكرة وهذا أمر مهم جدا للتقليص من الإنفاق الحكومي والاعتماد فقط على ما تقوم به الدولة هو طلب بطاقة فنية من وزير الداخلي على مستوى الجواري هذا أمر مهم جدا تخصيص مناطق صناعية صغيرة للحرفيين لمختلف الاستثمارات ربما في المؤسسات الناشئة حتى يبعث بعض الديناميكية للبلديات لأن أكثر من ألف بلدية تعاني من إفلاس وعجز مالي كبير جدا وبتالي هذا ما من شأنه أن يدفع بهؤلاء التجار والحرفيين الصغار من اقتحام عقلية المناطق الصناعية وتحقيق تكامل اقتصادي على مستوى البلديات والبحث عن النقائص من أجل شدها هو المهم دفع بالأداء الاقتصادي بعيدا عن التفكير في منحة البطالة والخومول والتكاسل والدفع بنظرية شراء السلم الاجتماعي وبالتالي الكرة ستكون في مرمى الجماعات المحلية من خلال تعديل قوانين جديدة حتى تحمل مسئولية تنبيت المناطق الداخلية وعدم انتظار ميزانيات الدولة لصرفها والشكوى دائما لأن الكثير من البلديات في أوروبا لديها مهرجانات عالمية لديها مصادر دخل تضمن لها التنمية المستدامة وهناك عمدة بلديات في أوروبا يستقبلون على مستوى رئاسي في دول أخرى ناهيك عن أن جاك شيراك وأحمدي ناجاد ورجب طيب أردوغان كانوا رئاساء بلديات وأثبتوا نجاعتهم أردوغان حل مشكل العطش في اسطنبول وبالتالي ضرورة تخيير هذه النظرة النماطية والدفع دائما بأننا عاجزين وبأننا مفليسين وبالتالي ضرورة أن تتحمل الجماعات المحلية مثل ما تتحمل وزارة المركزية مسؤوليتها لأن مستقبلا ستكون المحاسبة تقريبا على الجامعة نعم وهو ما أردت ممكن على فائدة هذا القرار خاصة السماح للقطاع الخاص بإنشاء مناطق صناعية سيد ميلي في هذه النقطة بالذات يعني ممكن توقعاتكم ورأيكم في هذه النقطة وممكن ما هو الجديد الذي تقدمه خاصة تنمويا على مستوى المناطق الداخلية كما تحدث سيد بغرار أعتقد في قضية المناطق الصناعية لازم نعترف اليوم أنه بنظرة بسيطة لا توجد في الجزائر مناطق صناعية للأسف يعني كل المناطق الصناعية أصبحت مناطق خاملة أصبحت باستثناء ربما المناطق الصناعية التي تشرف عليها شركة سونتراك لكن أغلبية المناطق الصناعية التي كانت يونما رمز من رموز الجزائر رمز للصناعة الجزائرية هذه إذ محلت وثلاشت وخير دالي منطقة الصناعية برويبة منطقة الصناعية برغاية منطقة الصناعية بودسمار منطقة الصناعية بيستيف التي ربما كانت يوم الأيام يعني منطقة صناعية رائدة حتى على مستوى الكثير يعني مقارنة بالكثير من الدول لكن للأسف هذه المناطق الصناعية إذ محلت وذهبت وانتشرت فيها الفوضى وأصبحت حتى وجهت لأغراض أخرى غير الأغراض الصناعية وبالتالي نعتقد أن قضية مثلا البتاقية للمناطق الصناعية قضية مهمة يعني ربما نقيمه الموجود لننتقل إلى أشياء أخرى وبالتالي نعتقد أنه في هذه المرحلة لا توجد مناطق صناعية بمعنى الكلمة في الجزائر النقطة الثانية هي قضية نقطة النشاطات ربما التخوف الوحيد أننا سوف نذهب إلى نفس مشروع الذي سوف يستغله البيروقراطي في قضية مشروع محلة الرأي السابقا وهذه إشكالية يعني مطروحة المفروض يعني في الاقتصاد نترك المبادرة من عند الاقتصاديين ولا من عند المصطفيرين ولا من عند الأصحاب الحرف ونساعدهم ونرافقهم يعني خلال التفكير الطعم أما أنه نفكره بالتفكير منطق آخر نزيد ونصنعه مشروع لألف محل ولا مئة محل في كل بلدية ونعوده بنفس الطريقة فأعتقد رح نصل لنفس النتيجة السيئة النقطة الثانية هي نقطة قضية المناطق الصناعية الخاصة أعتقد أنه هذه الفكرة هي فكرة خلاقة وفكرة مهمة جدا يعني لو نستثمر في هذه الفكرة في حد ذاتها أعتقد سوف ننطلق ننطلق بالصناعة الجزائرية انطلاقة حقيقية لأنه ما معنى مناطق صناعية خاصة مناطق صناعية خاصة نترك المبادرة للمستثمرين نترك المبادرة للمتعاملين الاقتصاديين هم الذين يسيرون شأنهم وهم الذين لأنه دائما الاقتصادي لديه حسابات اقتصادية فقط عكس البيروقراطي وبالتالي نعتقد أنه هذه فكرة خلاقة نتمنى تجسيدها ونتمنى بالفعل أنه في القريب العجل تكون الصورة واضحة ربما هل هناك تعاونيات لمؤسسات مثلا صناعية هي التي سوف تخلق هذه المنطقة أم هل ونتمنى أن لا تتحول إلى منطق البزنسة ومنطق التجارة بالأراضي الصناعية بل تكتفي فقط أنه تكون هناك ما يسمى تعاونيات أو منتدايات أو جمعيات تشرف على هذه المنطق الصناعية وتكون مناطق صناعية نموذجية لكن هناك كثير أيضا من المستثمرين يعني يلجأون لممكن إقامة مستثمراتهم يعني في ملكياتهم الخاصة وبعيدا عن المناطق الصناعية وهذا يعني كيف ترى هل يجب أنه أن يكون هناك تنظيم في هذا المجال ويتم ممكن لم كل هذه المستثمرات التي تكون منعزلة في الأصل هذه المؤسسة الاقتصادية هي تخطع لقوانين معينة دفتر شروط وخاصة في مجال مراعاة البيئة في مجال مراعاة المحيط في مجال السلامة وبالتالي لا يمكن لأي شخص أنه يظهر له أنه في منطقة في منطقة خاصة به أو لميلك له أنه يضع مصنع باستثناء ربما حالات خاصة يعني وبالتالي هو الأصل أنه تكون مناطق صناعية مناطق صناعية هي التي يحدد أي شخص يريد أن يستثمر في الاتجاه إلى مناطق الصناعية هذه المناطق الصناعية تكون مجهزة بالكهرباء مجهزة بالغاز مجهزة بالطرقات فيها حراسة أمنية وتكون منظمة وفقا لأنه حتى مناطق الصناعية عندها معايير معينة يعني ليس أنك تضع منطقة معينة تراب معين وتقول هذه منطقة صناعية عندها خصائص معينة حتى من حيث السلامة حتى من كثير من نوعي وبالتالي فدائما نترك المبادرة للمتعاملين الاقتصاديين ونرافقهم وفق رغبتهم وفق اختيارهم لو نأخذ على سبيل المثال مثلا اليوم ولاية ستيف يعني ولاية ستيف ولاية نموذجة يرحلنا أنه ولاية ستيف بصفة عامة ورجال أعمال المتعاملين الاقتصاديين في ستيف أثبتوا نجاح حقيقية في تعاملهم مع قضية الاقتصادية ومع التجارة ومع الصناعة وبالتالي هم فقط يحتاجون إلى مرافقة يحتاجون إلى اليوم الوزارة والمؤسسات أن تستمع إلى انشغالاتهم وترافقهم وتلف بهذه الانشغالات لا يحتاجون ربما إلى أكثر من تنسيق ومرافقة فقط وبالتالي نعتقد أنه فكرة مرة أخرى نؤكد عليها أن فكرة المناطق الصناعية هي فكرة خلاقة وهي ربما لأول مرة في نظر الاقتصادية الجزائرية تطرح هذه النقطة نعم مع سيد بغرارة أيضا وهو آخر سؤال ممكن قبل ختم الجزء الأول في هذه النقطة بالذات تحدث على العبرة ليست بكثرة استحداث المناطق الصناعية هل ترى أنه اليوم رح يكون رقابة أكثر على نوع النشاط الصناعي خاصة المستثمرين اليوم يتطلب عليهم إنشاء استثمار حقيقي وتكون صناعة حقيقية ليست مثل ما كانت ممكن الغرض منها فقط يقولوا استحدث مناصب شغل فقط دون نظر في نوعية وطبيعة هذا الاستثمار سيد بغرارة السلطة اشتكت كثيرا من السوق الموازي الذي يستحوذ على الكثير من نسب الاقتصاد الوطني هذا أمر من جهة وتانيا وقفنا على انفجارات وحرائق في الكثير من مساكن الجزائريين التي تابت في مبالب أنها مصانع في الأقبية وفي طوابق الجداد وبالتالي ضرورة أنا دائما أدعو إلى التنشئة الاقتصادية إلى التكوين هؤلاء ومحاولة إقناعهم بالتي هي أحسن للمجيء إلى المناطق الصناعية وبناء مصنع والاستفادة من الامتيازات الضريبية وإبعاد تلك النظرة السلبية بأن العقوبات وبأن هناك عقوبات وبالتالي ضرورة استمالة هذا الاقتصاد أو المصانع الموازية أو المناطق الصناعية الموازية لأن ما تحجزه مصالح الأمن تقريبا يوحي بأن هناك اقتصاد داخل اقتصاد وأنا دائما لا أحب بالردع والعقوبات والمتابعات الأمنية والحلول الأمنية بقدر ما ضرورة منح اعتبار للجزائر وإقناعه والصبر عليه من أجل أن نحل المشاكل من الجذر ونضمن تنشئة اقتصادية في المستقبل لأن منح كل ملفات للأمن والمتابعات والقضاء والسجون هذا يعطي نظرة أو صورة سلبية عن الجزائر خاصة أننا نطمح من خلال قانون الاستثمار إلى تحسين صورة الجزائر وإلى تحسين مناخ الأعمال وإلى إقناع هؤلاء الذين ينشطون في السوق الموازي إلى ترسيم نشاطهم وعليهم أن يرفعوا أرباحهم وهذا من حقهم وضح سيد أبو غرارة إذن انتهينا من الجزء الأول في مناقشة طبعا مخرجات مجلس الوزراء سنواصل في الجزء الثاني ونعالج طبعا قضية مرحة البطالة أيضا قانون القضاء إذن ذلك محين ابقوا معنا مشاهدينك مرحبا مجددا أهلا وسهلا بكم إذن نواصل الجزء الثاني من برنامج من الجزائر بموضوعين موضوع أولا نبدأ بموضوع منحة البطالة وهي من مخرجات مجلس الوزراء رفقة ضيوفي سيد يوسف ميلي مرحبا مجددا والسيد حكيم بوغرارة محلل السياسي مرحبا أيضا مرة ثانية إذن سيد يوسف ميلي نتحدث على منحة البطالة هذه المنحة التي أثارت الكثير بشأن قرارها في البداية وخصوصا في ذلك الوضع يعني الوضع الاجتماعي الذي كان يعاني منها المواطن خاصة في الددني القدرة الشرائية ولقت استحسان الكثير من طبقات الهشة يعني الطبقات الاجتماعية بمختلف خاصة البطالين يعني بدرجة أساسية اليوم في مجلس الوزراء هناك يعني إعادة ممكن النظر في هذه النقاط خاصة في وضع مخطط إحصائي لمراقبة معدل البطالة وأيضا تشديد أكبر طبعا بسبب ظهور حالات يعني التحايل يعني في هذه النقطة سيد ميلي هذا المخطط الإحصائي لمعدل البطالة قد يقنن يعني وممكن ينظم هذه المنحة هو في الحقيقة المفروض ممكنش نسميها منحة البطالة ممكن المفروض نسميها منحة البحث عن العمل نعم لكي نقنعوا هذا الشاب اللي منحة البطالة ليس معنتها أنك تتوقف عن العمل يعني باش تقعد بالعكس كنا نسميها فقط منحة البحث عن العمل نعم نعم وبالتالي هنا الإشكالية يعمل لما تسمى منحة البطالة فهي على الأقل أثرت على الواقع الاقتصادي كثير من الشاب أصبح لا يبحث عن العمل وهذه حقيقة بالعكس وصلوا حتى أنه ربما في ميسرة في قضية التعليم يعني قضية التعليم في المناصب الشغيرة المؤقتة أصبح الكثير لا يذهب إلى هذه المناصب خوف هنا من أن تنزع منها منحة البطالة نعم وبالتالي هذه منحة البطالة خلقة إشكالية حقيقية يعني ربما وربما هذا هو الشي اللي يخلى الحكومة اللي تتدارك هذه الإشكاليات وتتدارك هذه القضية وللمخلفات منحة البطالة لأنها بالفعل ورجعت أنه روح الاتكالية تعود إلى الشباب وأصبح ربما حتى أنه الشباب البطال يمزح أو أصبح الشباب البطال يسخر من الشاب الذي يعمل وبالتالي فهذه إشكالية حقيقية ودائما في قضية الإحصائيات نحن للأسف يعني رغب كل إمكانية الموجودة لدينا لكن دائما تغيب عن الإحصائيات الحقيقية وهذا ما يمكن استدركه عن طريق الرقمنا يعني لما تكون رقمنا حقيقية وتكون رقمنا يعني واقعية متسبقة مع الوقع أكيد في المستقبل قراراتنا كل قراراتنا السياسية ولا في كل مجالات ستكون قرارات واقعية وقرارات لا تصطدم مع واقع آخر ولا واقع مخالف بالشيء الذي ربما نتمنى وبالتالي نأكده فقط على قضية الرقمنا نأكد دائما أنه قضية المنحة البطلة ليست هي كما قلت أنه هي منحة الاتكالية بل هي قضية منحة للبحث عن العمل نعم واضح سيد ميلي سيد بغرارة يعني في بداية ظهور أو في بداية قرار تجسيد هذا القرار قرار يعني منحة البطلة للشباب البطال والعطيل عن العمل شفنا أنه هناك كانت شروط كثيرة على يعني من أجل استفادة من هذه المنحة ما هي الحالات مولا ما هي ممكن الأساليب التي يلجأ إليها طالب الاستفادة من منحة البطلة ولا تتوفر ممكن فيها الشروط الكافية لممكن تحايل واستعمال طرق خبيثة للاستفادة من هذه المنحة يعني مدام أنه في بيان مجلس الوزارة تحدث على هذه النقطة وتكون راح تكون مخطط للرقابة يعني في هذا الشأن وكما قلت لك يا قضية نفسية وقضية الشئة اجتماعية لأن الإنسان الساوي الذي لا الذي يستفيد من أمر ليس من حقه فهذا إنسان مختل نفسيا ومختل اجتماعيا وعلى كل الفساد الذي ورسته الجزائر هو متشعب ومتغلغل في الكثير من القطاعات عندما يتعلق الأمر بالمال الناس تفعلوا كل شيء وعندما يتعلق الأمر بالتكوين أو بالتنشئة أو تطوير مستوى فالكثير يتهرب حتى أن الكثير من الإطارات أو المنظفين عندما تعرض عليه دورة تكوينية لترقيا فيرد بي سلبية ويغضب كثيرا ويقال هل أنا لست كفأا أو في الوقت الذي العالم كل ستة أشهر تقريبا يستفيدون من دورات تكوينية وبتالي أنا ربما القرار كان فيه نوع من الإيجابية لمساعدة بعض الأسر على تجاوز بعض المشاكل الاجتماعية لأن القدرة الشرائية تدهورت لكن هذه المظاهر التي نراها في مراكز تكوين وبطريقة الجلوس وهذا يعكس بأن مشروع المجتمع غائب في الجزائر وأمام قطاع التربية والجامعات أن ترد الاعتبار للعلم وأن تحسن تكوين الشباب لأننا تقريبا واقفين على واقع مزري أن الكثير يتخرجون دون أدنى معرفة ودون أدنى تحكم في التخصص الذي درسه وبالتالي عندما يتعلق الأمر بالمورد البشري يجب يحتاج إلى بيئة تنشئة متساوية بين الأسرة والمسجد والمدرسة حتى نتفادى مثل هذه الاختلالات لأنني أنا أرفض التعامل الأمني مع الاحتيال ومع النصب بقدر ما يجب أن نعمل على إرساء شخصية لمواطن سوي يرفض ما ليس حقه ويسعى دائما للعامل والبحث عن العامل من أجل ترقية ترقية ومكانة اجتماعية مستحقة وبعيدا عن مثل هذه الأمور التي أنا في اعتقادي بأنها تبقى استثناءات ربما لمراحل قاصرة على غرار تجارب الأوروبية حيث يسعى الكثير إلى الإسرع في التخلص من منحة البطالة لأنها تعتبر نظرة سلبية من المجتمع تجاه هذه الفئة كما قلنا نتمنى أن تكون الحالة استثنائية فقط لشهر أو منها من أجل الحصول على منصب عمل قار وبالتالي القاضية فيها إيجابيات وفيها سلبية وتبقى المسؤولية على كل شخص تجاه ضميره وتجاه المرجعيات والأخلاقية التي تربى عليها لا نستطيع أن نضع قاضيا وشرطيا لكل مواطن وعلى كل كانت هناك هذا الفساد الذي استشرى منذ الاستخدام هو الذي خلق عقلية الاحتيال والنصب والهرب من القانون واللجوء إلى السوق الموازي وعدم الإعلان عن الضرائب على كل هي ظاهرة مستشرية في مختلف الفئات وبالتالي كما قلت لك القاضية تتعلق بمشروع متكامل من كل المؤسسات للوصول إلى إنسان سوي يتعامل بمنطق وبعقلانية ويحترم القانون دون أن يقف واحدا أو وضع كاميرا تراقب كل شخص في الجزائر نعم وضح سيد بغراري سيد ميلي أيضا في هذه النقطة هناك الكثير من المستفيدين من هذه المنح تجده لديه ممكن مهنة أخرى يزاولها بطريقة غير قانونية وبطريقة ممكن قول خارج القانون بدون تأمين اجتماعي بدون المستوزمات ممكن توظيف يستفيد من منحة البطالة ويضيف أيضا أجر شهر ممكن شهر أو حتى يعني مكستسبات مالية من جهة أخرى هل يمكن متابعة هذه ممكن هؤلاء المستفيدين من هذه المنحة ويمكن يعني اكتشافهم يكتشاف يعني هذه الحيلة هذا كما قلت يعني إشكالية التحايل كما تحدث الأستاذ حكيم يعني إشكالية يعني كبيرة جدا وهي موجودة يعني من قدرة واحد منكرة خاصة مع الإرث الذي ورثناها منذ تقريب عشرين سنة ونظرية الفساد في كل شيء يعني ربما هذه الفكرة الأساسية اللي رهي منتشر اليوم في المجتمع تبقى دائما كما قلت هي قضية رقمنا يعني الأمور بسيطة جدا ما تحتاج من مجهودات أكبر ولا متحتاج ترسنة قانونية ولا تحتاج منها إلى جنود جيوش كبيرة من عوان الأمن ولا البحث هي قضية رقمنا الأمور تكون واضح لما يكون كل مواطن ولا كل شاب ولا كل شخص في هذا الإطار في قطار في هذا الإطار تكون الأمور مرقمنا كما قلت أن قضية الرقمنا هذه قضية مهمة جدا هي المشاكل التي عنا كلها تأتي من غياب المعطايات وهذه المعطايات نجمعها كلها من الرقمنا لما تكون عندنا الرقمنا الرقمنا تساعدنا في اتخاذ القرارات الصحيحة لأنه في الغالب معظم القرارات التي تنتخلها لما تنزل الواقعة تصدم بالواقعة لأنها لا تتوافق مع المعطايات الواقعة لكن لما نروح وقضية الرقمنا سوف نقطع هذه قضية التحايل وبالعكس يعني ربما حتى قرارت تكون قرارات مفيدة وقرارات هامة وقرارات نتائجها تكون إيجابية بدرجة كبيرة عكس ربما الشيء اللي ربما يصدر اليوم أنه تكون دائما نية حسنة من طرف الحكومة في مؤالجة بعض القضايا التي يعني من المجتمع لكن للأسف دائما هذه القرارات رغم أنها نية حسنة لكن دائما تكون تكون النتائج غير ما تتمنى الحكومة نعم واضح سيد بيلي سيد بغرارة في نقطة أخرى في ذات الموضوع يعني بمنحة البطالة تحدث على وأمر بمواصلة سياسة دعم رئيس الجمهورية أمر بمواصلة سياسة دعم الشباب المتخرج من الجامعة ومعهد التكوين عن طريق منحة البطالة ومن هذه تتم متابعة حثثة لتطور مصار البحث عن العمل يعني هذه ممكن بغض ما كانت أنه فائدة لشباب البطال لكن يجب هذا شباب البطال أن يبحث عن عمل وتكون هذه المراكز ممكن متابعة لمصار البحث عن العمل لشباب البطال هو أكيد بأن السلطة تتابع القرارات التي تتخذها منذ اتخاذ قرار من حال البطالة أكيد بأن الكثير من التقارير التي تضمنت هذه السلبيات وهو ما دفع بالرئيس إلى إعادة إحياء القضية في مجلس الوزراء وبالتالي لو كانت الأمور عادية لما تم إعادة فتح الملف وبالتالي الحاديث عن تتبع ما صار البحث عن العمل لهؤلاء الشباب أعتقد جاء بعد استشارة من مختلف المستشارين الناشطين في هذا الملف من أجل تصحيح المصار وتدارك الأخطاء التي عرفها تطبيق هذا الإجراء وأعتقد بأن هذا أمر مهم وليس عيبا أن نصحح أو نعدل مصارا من أجل الحفاظ عن المال العام وترسيخ فكرة للشباب بأنه لا يفكر لوحده خاصة عندما يتعلق الأمر بالحيلة وبالتالي هذا الأمر من شأنه أن يدفع بالكثير لمراجعة أي أنواع من الحيلة قد يطبقها للاستفادة من هذا الإجراء الذي أنا أعتبره استثنائيا لأن أي شخص سوي دائما يرغب في أن يجد عملا وأن يبرر مصادر أمواله بدلا من انتظار هذه الملاحة طبعا في موضوع آخر قام عاك سيد أبو غرارة في موضوع يتعلق بقانون ممارسة الحق النقابي في نقطة أنه رئيس أو تأكيد على قال أنه تأكيد على التحولات التي تشهدها الجزائر تقتضي تنظيما جديدا للمجال النقابي وهو ما أثرية في خلال يعني مجلس الوزراء وقال أنه هذا القانون أو التنظيم الجديد ممكن أن يحمي المستخدمين وأيضا يساعد على حماية أو يعني تقديم كل حقوق والوجبات المستخدمين يعني في هذه النقطة خاصة لحق النقابي ممارسة حق النقابي الكثير من الكلام حول هذه النقطة سيد أبو غرارة هل ترى أنه يجب تنظيم هذا الميدان النقابي سيد أبو غرارة هو أعتقد أن الانطلاقات كانت خاطئة المتتبع لقوانين الأحزاب والإعلام والتمثيل أو العمل النقابي في بداية التسعينات كانت كلها موجهة ومسيسة ومؤدلجة والوقت كشف الكثير من النقائص عندما يتعلق الأمر بالعمل النقابي عموما حقيقة قانونية تطلب إعادة النظر في الكثير من الأمور وأهمها ضرورة أن تكون هذه النقابات مستقلة وبعيدا عن الاستغلال السياسي وبعيدا عن استغلال النقابات لتحقيق أغراض ضيقة على أن يتم إبعاد الانشغالات الحقيقية للفئات التي تمثل عمال هذه النقابات لأننا لا نتعامل مع ملائكة ومارسنا العمل النقابي واكتشفنا الكثير من الاختلالات والكثير من استغلال النقابات لأغراض ضيقة جدا حقيقة السلطة ربما تكون مقصرة في الكثير من الأمور لكن نقط داتي لهذه النقابات هو أمر مهم جدا على كل مختلف المشاكل كانت دائما تدور على الأجور وعلى قانون العامل الذي يستحق إعادة كذلك قانون إعلام 90-11 بعد 32 سنة أعتقد مع التحولات التي عرفتها الجزائر خاصة مع توغلنا كثيرا في اقتصاد السوق والاقتصاد الليبيرالي إن صحى التعبير التمثيل النقابي وواقع النقابات هو واقع مزري كثيرا حتى أن الكثير من النقابات تتحالف مع الإدارة ضد إرادة العمل وهو ما يجعل الاحتقال يرتفع مثلا عندما نعود ربما إلى قطاع التربية والذي هو أهم أو أكثر القطاعات الذي عرف إضرابا عندما نقف على أن أستاذ في الإبتداء أجره 32 ألف دينار هذا يطرح الكثير من التساؤلات عن مسؤولية الوظيف العمومي في إقرار سلم أجور يراعي التحولات ويراعي القطاعات الاستراتيجية قطاع التربية قطاع التعليم العالي قطاع الصحة كلها تقريبا تضم أكثر من 40 أو 50% من القوة العاملة في الجزائر ومع التحولات أعتقد بأن الوظيف العمومي كان مظلوما كثيرا ولم يستفد ربما من أجور على غيرار القطاع الاقتصادي الذي أجوره مفتوحة وتخضع الاتفاقية الجماعية وتراجع في إطار ضيق بالمقارنة أو في إطار محدود بالمقارنة مع الوظيف العمومي الذي دائما تكون القرارات من السلطة وعليه كما قال الأستاذ تحقيق توازن بين القطاع العمومي والقطاع الخاص من شأنه أن يخفف من الضغط على الإنفاق العمومي وضمان كتلة الأجور الرهيبة جدا وبالتالي هذا القطاع الخاص في الجزائر الذي لا يتحدث إلا عن ضعف الاستفادة من القرود وغلاء المناطق الصناعية وتقليص فواطر الكهرباء والخفض على الضرائب دون أن يفكر في أن يكون مؤسسات مواطنة تقوم بإنجاز طرقات أو بإنجاز المدارس وبالتالي فالقضية لا تتعلق بتمثيل النقابي بقدر ما هذا التمثيل النقابي هو ضحية لبيئة كذلك ينقصها الكثير من الوازع الأخلاقي والوازع الأخلاقي والوازع كثير من المرجعيات التي نمتلكها لتحقيق نقابات قوية هناك الكثير من من ضحوا من النقابيين بالحمود رحمه الله تركه إرتا نقابيا علينا أن نحترم المرجعيات في التمثيل النقابي كذلك وبالتالي فالقضية هي تتجاوز القانون بكثير بقدر ما هي عقليات مسيطرة على التمثيل النقابي الذي طالته الكثير من الاتهامات والكثير من الوقائع الحقيقية والتي وقفنا عليها وبالتالي ضرورة تطهير هذا القطاع من الدخلاء والطفليين وإعادة النظر في الكثير منهم على أن تكون السلطة كذلك وفقا للدستور أن ترعي حقوق العمال وواقع العمل وقوانين العمل بما يكفله الدستور ولا يجب أن ننظر دائما إلى الإضرابات وإلى العمال أو بعض النقابات على أساس تخوين أو استغلال الضروب لأن كما قلت لك واقع العمل تشريعات العمل الواقع النقابي في الجزائر يحتاج إلى مراجعة شاملة وعمقة وكما قال الأستاذ ضرورة الذهب إلى الرقمانة وإنشاء بنوك معلومات تتضمن تقريبا كل المعطيات من أجل الوصول إلى حلول مستدامة تنأى بناء اللجوء إلى الإضرابات التي حقيقة أخذت مجالة واسعة جدا وأثرت على الاقتصاد الوطني وعلى المدرسة وعلى الأداء بصفة عمدون أن نتهم أحد بقدرنا ضرورة البحث عن حلول واقعية لمشاكل ووقاع بغض النظر عن من يتحمل المسؤولية وضح السيد بغرارة نروح لسيد يوسف ميلي في هذه النقطة أيضا موضوع حق الممارسة العمل النقابي كما تحدث السيد بغرارة الكثير من استغل هذه النقابات لتحقيق أغراض خاصة أغراض شخصية وطبعا شاهدنا في كثير من النقابات وذلك ما ترك مساحة الاحتجاج واسعة لدى الكثير من العمال طبقات مختلفة في المجتمع كثير من احتجاجات مطالب اجتماعية برفع الأجور بغيرها من حسين الوضع الاجتماعي لممكن العامل وممكن الحصول على حقوق العامل في هذه النقطة اليوم تنظيم هذا الميدان هل ترى أنه سيأتي بالفائدة ممكن للمستخدم مستقبلا سيد ميلي أنا أعتقد أنه قضية العمل النقابي وخاصة في المؤسسة الاقتصادية هو إنعكاس الإرادة السياسية للحكومة إذا كانت بالفعل الحكومة تسعى أنه تكون هناك عمل نقابي حقيقي فهذا هو الأصل أما إذا كان ربما لأنه بكل صراحة العمل النقابي للأسف دائما ننظر إليه بنظرة سلبية هو في الحقيقة العمل النقابي هو حيز للحوار يعني منفروض العمل النقابي ممكن مرادفه هو كلمة الحوار وبالتالي نعتقد أنه العمل النقابي للأسف أسئة فهمه وأسئة ذكره يعني على مدة سنوات وأسئة حتى استخدمه وربما قرنا عمل نقابي عملية التمرد وعملية ربما حتى عملية ربما الفساد يعني ممكن تخوين هذا الحق تخوين هذا الحق أصبح يعني عمل نقابي ولا ننسى أنه قضية العمل النقابي في كل دول العالم يعتبر هو في الواجهة من واجهة مقياس أي دولة يعني حتى الدولة اليوم أصبحت تقاس بحرية العمل النقابي فيها وبالتالي نعتقد أنه الكثير من المورثات لورثناها من زمن الماضي فيما يخص في قضية عملية الفساد حتى الفساد انتقل إلى العمل النقابي وأصبح بالفعل يعني العمل النقابي هو مرادف للفساد وحتى ربما نلاحظ الكثير مثلا من العمال أو الموظفين أصبحوا ينقون بأنفسهم على الانخراط في هذه النقابات بسبب النظر الصيئة تجاه العمل النقابي وبسبب ما هو شائع عنه وأصبح في حين أنه العمل النقابي هو العمل لترتيب المجتمع يعني لما يكون العمل النقابي هو ناشط وعمل نقابي حيوي في إطار القانون طبعا فهو يدل على أن المجتمع حي ويدل على أن المجتمع في صحة جيدة نعم وضح سيد ميلي نعود لسيد بورارا أيضا في بعض النقاط التي تحدث على ممارسة الحق النقابي أن يكون هناك مشروع هذا القانون قانون يعني ممارسة الحق النقابي يعني يتضمن بوضوح القطاعات الحساسة التي لا يجوز فيها الإضرابات وهذه ممكن جديدة ما هي ممكن القطاعات التي ممكن تتوقع أن لا يسمح فيها يعني الإضرابات وممكن هذه قد تتمس ممكن حتى بالأمن العام للدولة هو أولا الرئيس طلب بإعادة القانون إلى القواعد من أجل إثرائه وهو ما يعكس بأنها ربما الكثير من الأمور التي حاولوا تمريرها من أجلي أنا ليست قضية بهي القطاعات هو تحدث على قطاعات حساسة تمام تمام هو عندما يقول دولة مؤسسات دولة قانون معناها في حقوق وفيه واجبات أنا لا أعتقد بأن أي عامل أو أي قطاع يستفيد من حقوقه كاملة يلجأ إلى الإضراب لأن الأمور هيكالية والأمور بيدانية وهناك فئات تعالي كثيرا منذ الاستقلال وما يمنح لها من حقوق لا يعكس استراتيجية عملها أو خاصة التي تهتم بالمورد البشري التسرب المدرسي وضعف الأداء في المدرسة هناك واقع يجب الحديث عنه قبل الوصول إلى الحق النقابي وبالتالي على دولة القانون والمؤسسات المنشودة والإرادة السياسية التي في الخطابات يجب أن تجسدها ميدانيا يجب أن تكون هناك إعادة تصحيح لظروف العامل وواقع العامل وحقوق العمال في الجزائر حتى لا نظلم أحدا عندما تستوفى جميع الحقوق أعتقد بأن الاحتقان سينقص في الممارسة العامل النقابي وستنخفض المطالب وسنتخلص من الإضرابات لأن فيه تفاوت كبير جدا هنا أود أن أشير إلى أمر جدا تعزيز استقلالية القضاء ربما قبل الوصول إلى قانون القضاء من حق القضاء أن يحرك الدعوة إذا ظهر اختلالات أو تفاوت كبير في سلم الأجور بين الواقع الاقتصادي وبين الوظيف العمومي هناك فجوة كبيرة جدا وربما هو ما يبرر لجوع الإستاذ إلى التدريس في الأقبية وإلى العمل كاكلونديسنا والعمل في المطاعم والعمل في الخضائف يعني استعمال أساليب غير قانونية وبالتالي قبل الوصول إلى الإضراب يجب تحليل الواقع تحليل المنطقيا وحل المشاكل بعيدا عن الوعود لأن مثلا القدرة الشرائية تتدهور كل ساعة كل أسبوع كل شهر والزيادة تكون بعد سبع سنوات وتكون قيمة العملة قد انخفاضت وتكون الأسعار قد ارتفعت وبالتالي السوق الموازي هو يمطص هذه الزيادات ويبقى العمال دائما يلجأون إلى الإضراب والسلطة إلى رفع دعاوة لإبطال هذه الإضرابات وبالتالي نعتقد بأن المشكل أعمق بكثير والحاديث عن قانون التنظيم أو العمل النقابي يجب أن يقرن بقانون عامل تسعين حداش الذي أعتقد بأنه يحتاج إلى مراجعة وإلى قانون صحة كذلك لأن الوظيفة العمومية حقيقة سلم أجورها منخفض كثيراً ولا يحفز على الأداء ويدفعك إلى البحث عن عمل تاني من أجل أن تواكب هذه التحولات الخاصة بالقدرات نعم طبعاً للوقت انتهى يعني إذا كان ممكن عندك تعليق سيد ميلي لا هو في الحقيقة يعني بصفة عامة يعني كما الحاجة النقطة التي أكد عليها أنه العمل النقابي هو وجه من وجه المجتمع يعني كلما كان العمل النقابي سليم فإن المجتمع في صحة جيدة نعم شكراً لك سيد يوسف ميلي رئيس منتدى الاستثمار وتطوير المؤسسات على حضورك معنا أيضاً سيد حكيم بورارك العداء مطقة مهمة في المجلس الأعلى للقضاء وإعادة قانون القضاء للإطراء وتحدث الرئيس عن سلم الأجور وعن تكفل بالقضاء ومراعاة مشكلة السابق وهذا يظهر بأن هناك تقارير أعدها القضاء وأرسلوها للسلطة من أجل تحقيق استقلالية القضاء وتمكن المواطن من أداء أحسن وتحدث عن ضرورة تخفيف الضغط وفتح محاكي متخصصة في مختلف المجالات حتى نرتقي باستقلالية القضاء ونرتقي إلى نوعية الأحكام والتسبب المقنع لاتخاذ الأحكام القضائية نعم شكراً لك سيد حكيم بورارة على حضرك معنا وأيضاً ضيفيك كريمين شكراً على حضركم إذن مشاهدين الكرام وصلنا لنهاية عدد اليوم من برنامج من الجزائر نلقاكم إن شاء الله في أعداد لاحق إلى اللقاء اشتركوا في القناة